خبرنا الأخير جدلي نوعاً يقول لكم أنه في دراسة أمريكية أوضحت أن الرجال أشد تأثراً من النساء في حالات الطلاق وأن النساء يتأقلم مع حياتهم الجديدة بشكل أسرع من الرجال الله لا والله أنا أشوف أن بالعكس بالعكس أنا أشوف الدراسة هذه ممكن تكون في محلها بما أني أنا أقرأ كثير عن النفسيات وأقرأ عن اختلاف المرأة والرجل في تركيب الدماغ والمشاعر وهذه الأشياء ففعلياً الرجال ترى يتأثرون المرأة تتأثر لحظياً تزعل الحين وقتها تزعل وخلاص تاكل في ذا الأيس كريم تفرج على تختم نتفليكس وكل شيء بس يعني يعطيها فتة طبعاً البنات يختلفوا من سيدة لسيدة لكن بشكل عام الدراسات تقول أن الفعلاً المرأة ممكن تزعل لكن كوقت كمدة هي تزعل أقصر من الرجل يعني هي زعلت مثلاً شهر الحين خاصة علانا بدأ تبدأ ترجع حياتها الطبيعية ومجتمعها الرجل ممكن في البداية يروح يقول الله حياة العزوبية وينبسط بس بعدين ينتكس يعني بعدين يبدأ يحس أنه لا وينها ليش كده يعني هذه نفسية الرجل وعلى دراسات أنا قاريتها بنفسي فحلوة هذه الدراسة ومقنعة صراحة مقنعة جداً يعني الرجال من جد لا يغركم أنه يعني يبين أنه لا يهتم يعني بس بالفعل عندما يشعر أنه هو فشل في تكوين عائلة وأنه فيه خصوصاً لو كانت السيدة هي اللي استغلت عنه وهي اللي يعني ما تبغى وطلقته أو طلبت الطلاقه فهذا ليس شيء ساهل على الرجل ترى الرجل يتأثر بسرعة يعني عاطفي أكثر أنا أحس أنه الرجال اللي حساسين أكثر من النساء يمكن في التعامل ما يبان بس أعتقد في المشاعر حساسين ويتأثروا أكثر بالأشياء التي تحصل في حياتهم تحديداً صحيح عموماً مشاهدين فقراتنا مستمرة معاكم ولكن بعد فاصل قصير